مساء الخير دكتور كارلا، مساء الخير فاتنة، ومساء الخير ساندرا يعني بدي لكم ادي أنا اليوم محظوظ بهيدي الفقرة جمعنا فيها الصحة، التغذية، والرياضة بنفس الوقت بدي يتمنى لكم شهر مبارك وللمشاهدين كمان إن شاء الله يحمل معه كل الخير والبركة وهيك بركة شوي من البحبوحة لأنه كليت نصرنا بحاجة وبدي رحي فيكم بالسهرة الرمضانية الأولى عبر شاشة LTV بس إذا بدكونا نبدأ هيك بشكل مباشر كلنا بحاجة نكون عم نعمل نزام رزائي سليم خلال شهر رمضان مبارك لأنه صار في عنا تغيير بالتوقيت بتوقيت شرب الماي بالأكل من صوم ساعات طويلة منجي على صفرة مليانة بالأكل بدنا نتحلى بعدين يا كارلا بدنا نتنقراج موالي حلويات وبعدين في عنا سحور خبرين فينا ناكل كل شي برمضان بدون من نصح ما هو كرم نحنا لو منتبع النظام المزبوط خلال شهر رمضان مبارك هو من أفضل الأنظمة لأنه مزبط حاله بحاله يعني أنت عطول عم تفطر بنفس الوقت عم تتسحر بنفس الوقت فيه واجبات أساسية ضرورية هي بتغذيك إذا بتتبعها وما بتاخد الحوالية أو بتكفن أرشات بين الأفطار والصحور أنت بألف خير يعني نحنا واجبة الافطار مثالية بتبلش بالماء بتاخد حب التمر بترجع بتاخد سوائل عن طريق الشربة أو الحساء بتاخد خضرة كتير وطبق أساسي واحد إنما نحنا منصير منزيد بيصير في زوائد كتير هيدا اللي بتنزع النظام ومنظل عم ناكل هلا أنت مش صايم بيومك العادي هل بتفطر أو بتاخد الفطور الصبح ترويق الصبح بتظلك عم تاكل من دون توقف لآخر الليل لا ما بدأي أنت لتواجبات أساسية فبدي يكون نفس الشي خلال شهر رمضان المبارك بس منصى مضون كارلا هيك مناكل بشراها كنا خلال رمضان لأنه الواحد بيكون مشتهي على الطعام ومشتهي على أنواع الطعام هلا أهم شيء أنه نحن خلال تحضير الطعام ما نحضر كميات كتيرة جالب ناخد وصفات لذيذة من عد فاتنة تكون هيك صحية راح تساعدنا أكيد أكيد بس أسألك سؤال رمضان مثل الصيام المتقطع شو الفرق بينك تقريبا مثل الصيام المتقطع صحيح لأنه أنت عم بتصومي 16 ساعة تقريبا في بعض الأوقات عم نصوم 16 ساعة فإيه السيام المتقطع هو لازم تضليك صوية 16 ساعة وترجعي تاكلة خلال 8 ساعة فهي الترند الجديد كتير عم يعيشون لي كأنزمة غزائية وعم تلاقي كمان نتيجة إيجابية عند الناس وفي ناس عم يتخسر وزن طالما فيه كمان يمكن الرياضة ما هي يمكن أن أنت تتأيد بشي بحياتك لأنه تعرف نحنا ما منحب نتأيد هيا المشكلة أنه تستمر هيا تكمل فيها تكمل فيها ما بعرف قديش سهل أنه الواحد يستمر أنا جربتها والله جربتها في فترة 3-4 شهر حسيتها سعادتني أكيد مع نظام غذائي معين بس الفكرة أنه بتصير بعود أنه خلص صارت تماني خلص أنه بلا تخبيس ومعود كمان الضبط تأخذي أكل زيادة لا خلص ممكن أشرب شاي أو شي بس أنه أوقات بتكونوا قاعدين خلص يلا جيب ترمس من هون جيب جزر جيب حلو هلأ يا محلة جزر وترمس يا محلة أدي جيب نعم بشيات التالية مخلوطة الموالي سندرة كم مدربة رياضية بس نكون عم نحكي عن هيك أنزمة غذائية فيها ساعات صوم طويلة بيكون التوجه الرياضي مختلف عن الأنظمة الثانية بتروحي مع الشخص اللي جي ياخد منك نصائح رياضية بشكل مختلف هلأ بدي أفهم شو هدفه هلأ في كتير أشخاص بيتبعوا هيدا النظام وبيبقوا خلال ثمانة ساعات بيتخطوا الكالوريز اللي لازم يكلوهم صح هيدا مش مطلق محمس هيدا شي يعني ما كأننا عملنا شي منو سليم ميل بالمية هيدا النظام نخلق كأنه نحنا عاملين سكيب لاميل كأنه جيين بنظام أنه العالم تعريف مثلا ١٢٠٨ بيمشوا بهيدا النظام مثلا مقفية أنا بترويئة والسناق بس أنا بدي أعرف أنه أنا لازم أعمل كالوري دافست كرميل أنا أضعب بخصوص الرياضة هلأ في أشخاص ما فيون يتمرنوا هنو عاملين فاستنج هنو بلا أكل إن كان المسنين أو إذا بيشتغلوا كتير أو شغلهم بطلب حركة أو مراهكين هؤلاء أشخاص جسمهم دجاف يعني بيحرق كتير كمان ما بدنا نسأل أشخاص اللي عندهم أمراض إن كان سكري ضغط هؤلاء أشخاص ما فيون يتمرنوا بساعات الفاستنج هلأ بعد ساعات الفاستنج أكيدة مثل هن ممكن أليا أكيد بس كمان بدون عناية خاصة بدون حدا يوجه بممارسة الرياضة وكمان تناول الأطعم بأنواع الأطعم البنانية كلا وكيف بدنا نعود هناك ناس مرضى خلال رمضان مرضى سكري مرضى الضغط الأشخاص يمكن بركة يمان لديهم أمراض عصبية بدون يعرفوا شوي شو الأنظم الغذائية المناسبة لألون خلال هذا الشهر بس فاتنا كانت عم تحكي دكتور كارلا ببداية اللقاء في عنا الفتوش والشوربة والوجبير الرئيسية بناخد مننا السوائل مسألة الشوربة وباقي الأطعمة بناخدنا الأشياء الضرورية بتخلينا شوي قادرين نمشي أو نكمل هيدا نهار للآخر خبرين عن وصفات بنقدر نستغلها كمان برمضان لأنه كلكم تعرفوا أننا عم نشهد أزمة اقتصادية صعبة جدا بطل فينا نشتري كل المكونات من بره ستات البيوت اليوم عليهم مسؤولية كبيرة وانتي واحدة من ستات البيوت ولازم تعطينا هيك شوية تيبس بهذا الموضوع أول تيب بدأت يكون إياها عن الكبة تعرفوا الكبة نحنا بنعمل الحشوة بلحمة وكمان بنعمل العجينة أو الخلطة البرغل مع لحمة هلأ صار في كذا أفكار وكتير طيبين أن نحط سميد وبرغل مع تحين ونحط مثلا دبس البنادورة دبس الفلايفلة وشوية تبهارات نعطي نكهة كتير طيبة للحشوة من بره ونحط لحمة هيك منقلل كمية اللحم واي مكونات موجودة بالبيت و بعدين الكمية النوعية أحسن بكتير يعني بتخفف من اللحوم اللي هي نحنا بنكل منا كتير كمن خلال شهر رمضان مئة بالمئة وفينا نشويهم أكيد بالفرن يعني أنا من الأشخاص اللي بشوي كتير بالأيرفراير أور حتى بالفرن برمضان يعني مش هلأ الآن دكتور كارلا شو مش كليه دكتور كارلا إذا مرقنا لنا شوية بطاطا مقلية هلأ ما مرقني طبعا طبعا شو مرقل اسمو فيه أكيد أكيد أول شي كرام بدنا نوفر يعني الزيت الزيت غالي جدا إذا لأ إذا لأ وبعدين بس كمان تنبيه شوي يعني كنت عم بحكي قبل شوي كمان مع أشخاص أنه أنا شخصيا ما بحب أقلي بالزيت أكتر من مرة واحدة لأنه بتعرفي فاتينا بيحترق الزيت بيصير في بقلبه مكونات ضارة وسامة بيصير بيصير بيصامة فتصور أنت عم تقلي عم تستعمل هالكمية الهائلة من الزيت لتقلي فيها مرة وتهضر فمن هيك من أساسه بليه القلي هلأ لو حبينا نقلي مرة معلي مرة معلي ناشي الخارة نعودها عند ساندرا عم بحس هالأزمة بتفيدنا يعني العالم خففة تأكل الجيش عارت عارف صارت تحكي عن أضراره اللحمة الزيت السويتس من بره صاروا غاليين عم بحس أنه كل العالم عم يتجهوا يمكن للخضار لوصفات يمكن على السوشال ميديا لا تكره كلام ساندرا جدا منطقي يعني صارت كل الناس تفتح السوشال ميديا تتشوف شو في وصفات سريعة تنعمل بكل بات ودغري تتحدر مثل ما بيصير معي كثير ناسي بيسألوني كمان كارلا بيشوفوا أدافي تيبس بتعطيهم انتي أنا بتبع على كارلا كنت بعرفها مقابل يلا اليوم بتتابع كمان مية بالمية طالما ساندرا حكيت عن الحلو أنا شفتلك فيديو جدا حلو على الإستغرام كان على العصمالية كمان كنت عم تحضرية هيك بالبيت كمان ينسا فينا نحن بمقدور أي عيلة إن كان بلبنين بسوريا بأي دولة لو ما عم تعيش أزمي اقتصاد يتحضر هي شغل بالبيت وهنا أكيد بيكونوا طعيمين أكتر وصحي معمولين بحب وخاصة أزال الولاد والعيلة بساعدة وهي دا الجو تعيير رمضان كله مع بعض وبتنبسط انت كمان ربة المنزل او اللي عم تطبخ انه بس يجوا بالليل وبيبالشوا كلهم مبسوطين بالأكلات في كرمال هيك قد ما فينا عم نعمل وصفات يعني حتى القشطة اللي نحنا منجيبها بتعرف هلا قصار كمان سعرها كتير غالي فينا نحضرها بطريقة كتير سهلة بحليب فينا بحليب قليل الدسم فينا نستعمل حليب باودر أو حليب الفراش متل ما بدنا منحط معها شوية خل تقريبا كله تبدو معلقتين أو ثلاثة خل لنحصل على القريشة على جنب منحضر خليط من المهلبية او علبة قشطة الكيمر الجاهزة بس اكيد اذا عملنا المهلبية قطيب وقطيب كمان نصف لتر من الحليب موجودين هو دي كمان بالمكتاب بكتاب مصفات خاطر منحط شوية نشا شوية حليب مزهر وموارد ونخلطها القريشة معا بصير عنها قشطة كتير طيبة يعني عرفت كيف ينا نستعملها لكل شيء وانا هون كم بدي اقولك انه معلين نستعمل هلأ صرنا ما بقى هالقدم فوقسين على او الحليب القليل الدسم خاصة كمان عم في صعوبة نا حليب عادي يعني حتى هلأ الدهون الموجودة بالحليب ما بقى نعتها الهمة انه زيد من الوزن او تقذي حتى الشخص اللي عنده دهون عالية بالدم فالدهون الاكتر الجيم ده الموجودة باللحوم المنخاف منه بقى اذا الحليب معلش كامل الدسم كامل دسم وممنيح وتبقى عندها ثلاث اربع تيين بقلب البراد فينا نحط عليها فوكة عاصل فينا نعمل عسمالية العسمالية عجلة عسمالية رخيصة ماجبتين لما معيك اليوم العسمالية بس الناس فيها تحضرك على انستغرام اكيد موجودة على الانستغرام من خلال اكتب حضرتك تاخد الوصفة انا عندك فيني اسألة بعد على الاسمالية هلأ وقت تخرت الهايدة المثل ما عملها القريشة منقول مع المهلبية احسن اذا ما بنى نستعمل الكمية كلها الاحسن انه نخليهم لحال لانه القريشة بتضاين وقت اكتر لانه انطبخت وانتشان لنا بينما المهلبية يعني فينا نعمل الكمية اما قد ما بدنا نحنا يعني نحضر كمية القشطة وبعتقد القريشة بتنحط بالتلاجة يعني بسيب لك وبتنحط لانه على شاشة الال تي بي الموسم الرمضاني غني بمسلسلة رمضانية وكمان ببرامج مفيدة ومطلوبة وقتنا بيكون محدود نحنا كسهرات رمضانية خلال فترة العرض لهيك بدي استغل وجودكن معنا بعد تأخذ نصيحة اخيرة من كل حدا منكم للمشاهدين ان كان بالصحة بالتغذية وبالرياضة خلال الشهر الفضيل هبلش معك ساندرا ونختم عندك دكتور كارلا اول شي بدي اقول له ان شاء الله صغم مبارك للجميع وبدي اقول له نستفيدوا من هالمرحلة مثل ما قالي دكتور كارلا لانه هيدا مرحلة تعطينا بوش لنبلش يمكن نهتم بصحتنا اكتر نهتم بجسمنا اكتر هلأ ادمين على صيفية يمكن فهيدا المرحلة بالعكس كتير حلوة بحياتنا لانه نستغل لانه نقدر نعمل رياضة ولنغير لنبلش من هيدا النقطة لانه تطير حياتنا افضل صحيا وجسديا فرصة ذهبية صراحة فعطينا النصيحة هيك من وصفتك نصيحة ما حدا يقول انه الاكلات اللي بالبات مش طايمة لانه لو شو ما كان عنا انجريدين صغاليين او رخاص فينا نعمل اكل كتير طيبة نحنا وولادنا والعائلة وننبسط فيها ورمضان كريم رمضان كريم عليك وعلى اهلك كمان شاء الله دكتور كالا حنختم معيك هيدا اللقاء بي نصيحة دسمي مع انك ما بتحبي الدسم بس بنا هيك تكون غنية مشبعة مثل ما بتقوله راح تكون مشبعة انما وانا نجرب قد ما فينا نعرف كيف نختار انا اللي بدي اقول ديما الفكرة السائدة انه الاكل الصحي منه طيب وهلأ صار عنا برهان كبير من طبعا من كل شي عم نشوفه بالسوشال ميديا وغير انه الاكل الصحي كتير طيب خاصة اذا منختار طبعا مكونات جودته عالي فما نخاف نجرب نخفف بالزيوت ما نخاف نجرب نشوي بدل ما نقلي لانه ممكن كتير نتفاجأ انه الطعم لا جدا لذيذ ونستفيد لجايبتنا ولصحتنا واخر نصيحة دايما بذكر المشاهدين انه تسحروا ممنوع انه ما تتسحروا في كتير اشخاص بيوقفوا وجبة الصحور وهي اساسية لنضل بنشاطنا خلال نهار كامل بس ما نتسحر جاج مقلي وبطاطا مقلية ولا هامبرغر خليني قللك شاغلك يمكن كمان ساندرا وفاتنة بيوافقوني الرأي اول ما شفتك هون بالستوديو قلتلك قداش مش مغيرها يعني بعدنا منشوفك مثل ما كنا نحضرك من زمان بعالم الصباح اسم الله عليك يمكن هيدا شي جاي من ورا الاختيار المناسب للأغزية الصحية واذا مش منورة الشاشة اليوم بس انت منورة كمان مواقع التواصل اجتماعي على تيك توك وانستجرام مثلك مثل فاتنة والساندرا انا كنت الرابح الاكبر بهايدي الفقرة شكرا بأسي كمان اطول ولكن المشاهدين بظهن اخدوا تيبس الاساسية من كل حدا فيكم بدي اقلكن انه شرفتوا سهرة رمضان عنا انا اتمنى لكم كل التوفي ورمضان مبارك ليم انشاء ورمضان كريم لعلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا